الى الان ماكو ادلة ولن يجرؤ احد على ان يخرج بدليل يقول الجهة الفلانية هي من قامت بضرب لعد ما هي الادلة اللي هي من هي الجهة اللي يتمتلك طائرات وطيرها على مدد على متتهم بيها فصال المقام والحجد الشعبي منو هاي الجهة اللي يتمتلك هاي القدرة وهاي الامكانية يعني منطقي امريكا تضرب نفسها طبعا شون لش طبيعي لعد ما ضربت برج التجارة العالمي لان امريكا طير مسيرات من الدورة اكو تقارير تشير على ان الامريكان افتعلوا حادثة برج التجارة العالمي لو لا وصار بالكونجرس الامريكي ودعاوه واتهام على السعودية وانه السياه الامريكي هو من قام بعملية تهديم البرجير حتى يجي الذريع على غزو الشرق الوسط صير لهم الصير يعني تقول بانه هاي الاستهدافات للسفارة وهاي المحاولات الفاشلة كلها هي امريكا افتعلتها ما لم يتبناه فصيلة ولم يخرج تصريح رسمي بان الجهة الفلانية هي من قامت باستهداف السفارة او استهداف القاعدة كل الحجة خرطقتات تروح الاتهامات للتحالف الدولي اللي هو الملك السماء والارض سياسيا مو بصالح الفصائل تتمنى اي عملية في هذا الوقت اقول لك سياسيا في صالح عدم تبنيها اليوم انا في اطار جاي احاور سياسيا اجي استخدم القوة ليش وممكن ممن الاطار فصائل ما تتبع الاطار هذا يقول انا هذا الكلام راح ينجرس وبكيد عندهم تطاومات ويكتل داخل الاطار فهو يقول له اهدى واعلنوه اعلن شيخ قيس واعلن شيخ اكرام واعلن بعض الازكري ما ما سوناه وليه اريد نعلن احنا ما نخاف بعدين حط استهداف المقرات ترى هاي البنبل اللي انضربت بها المقرات ما اندقات عشارية عمي ما ازعاطي ضحط له بطل وشمره يعني الضرب الثقيل مبين طبعا انت الضرب الثقيل واضح يشير المقر ويدقى بالقعصة له لا شيخ زين هو يحب المسطرة يباو يطيق واحدة شيخ محمد بعدك التعرض عن الضرب القوي القديم ما يصير اقول